اشتركوا في القناة صوب مواقع عسكرية في مدارية مقبنة ومناطق شميرة التابعة لمحافظة تعز ومداريات جبرراس والجراحي وتحيط بمحافظة الحديدة بينها اطلاقوا قذيفتين بطيران مسير دون تحقيق اي هدف وفي محور البرح غرب تعز وثقت وحدات الرصد اكثر من 18 خرقا موزعة بين قطاعي الكدحة وغرب مقبنة حاولت خلالها ميليشيا الحوذي تحقيق اصابات مباشرة في مواقع عسكرية في البيضاء قتل اربعة اشخاص بينهم طفل واصيب اخرون خلال اشتباكات قبلية شهدتها مدينة رداع وقالت مصادر محلية ان الشيخ صلاح سعيد ابو سريمة ونجله تعرضوا لاطلاق نار ما ادى الى مقتلهما على الفور الاحد اثناء تواجدهما على متن سيارتهما جوار مستشفى السلام وسط مدينة رداع ليتشهد حالة انفلات امني متواصلة منذ سيطرة الميليشيات عليها قبل سنوات وتهم سكان المحليون سلطة الميليشيا بالمحافظة بتغذية الصراعة لتخلص من الطرفين لتصفية الشيخ صلاح ابو سريمة وافراد من المفرح ايضا كون طرفين من المعارضين للميليشيات وفي ريمة قتلت ميليشياء الحثي احد المواطنين في مديرية كسمة وقالت مصادر محلية انه عثر الاحد على المواطن محمد عبد المثن الجديعي مقتولا على قريعة الطريقة في مديرية كسمة بمحافظة ريمة وبحسب المصادر شهد الجديعي برفقة قيادي حثي يدعى ابو هاجرس على متن سيارة الاخير قبل ساعات من اقدامه على تصفيته بدم بارد ورمي جثته على قريعة الطريقة وذكرت ان الضحية كان ملاحقا مؤخرا من قبل قيادة الميليشياء الحثية في ادارة امن الجعفرية بذات المحافظة وفي عدن قرأت مصادر محلية وشهود عيان ان محتجين اغلقوا الطريق الرئيس عند مدخل مدينة كريتر ومنعوا مرور السيارات من الدخول الى المدينة احتجاجا على ترد الخدمات والوضع المعيشي وارتفاع اسعار الوقود واضفت المصادر ان المحتجين طالبوا باصلاحات عجلة في ملفات الكهرباء والمياه الى جانب صرف مرتبة العسكريين وتحسين مستوى الدخل لباقي الموظفين المدنيين وقال شهود عيان ان العشرات اغلقوا المدخل الرئيس لمدينة كريتر بالاحجار والاطارات ومنعوا مرور سيارات الاجرى والنقل وهو ما ادى الى توقف عشرات المركبات في الطريق الواقعي بجوار عدن مول ومستشفى عدن العام وفي الاخبار العالمية وفيما يتواصل القتال بشرق اوكراني اعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين ان القوات الصاروخية استهدفت مطار ارتسيزا في منطقة اوديسا ودمرت مراكز تحكم الطائرات المسيرة الاوكرانية واضح المتحدث باسم الدفاع ان القوات الروسية دمرت 47 مركزا لتجمع الافراد والعتدي في مناطق بجمهورية دونيتسك الانفصالية ومنصة اطلاق صواريخ في منطقة سيفريسكا واضف انه تم اسقاط طائرة ميج 29 تابعة للقوات الجوية الاوكرانية في مقاطعة دينيبرو بيتروفيسكا وتسع طائرات مسيرة في مقاطعة خاركوف ودونيتسك ولوغانيسكا ومقاطعة خيرسون الى ذلك تحوم سحب ضبابية حول فرصة عودة روسيا واوكرانيا الى المفاوضات التي تضعط فرنسا والمانيا لاحيائها وذلك نظر للتوقيت الذي يوافق التقدم الروسي العسكري في شرق وجنوب شرق اوكرانيا والأيام الماضية شدد المستشار الالماني اولاف شولز على موصلة الجهود مع نظري الفرنسي مانويل ماكرون في اجراء محادثات واضحة مع موسكو وركز شولز على المطالب التفاوض المتعلقة بسحب القوات الروسية والتوصل لاتفاق مع كييف بشكل مقبول وسليم للشعب الاوكراني وأسوة بشولز اكد ماكرون خلال زيارة لرومانيا انه سيتعين على الاوكرانيين اجراء محادثات مع روسيا في مرحلة ما لانهاء الحرب في غضر ذلك اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزي بوريل اليوم الاثنين ان روسيا يجب ان تحاسب اذا وصلت عرقل تصدير الحبوب الاوكرانية الى العالم واضف لا يستطيع المرء ان يتخيل ان ملايين الاطنان من القمح عالقة في اوكرانيا بينما يعاني الناس في باقي انحاء العالم من الجوع هذه جريمة حرب حقيقية مشيرا الى ان عواقب الحرب خطيرة للغاية بالنسبة لاوروبا والعالم من جهتها دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كورونا روسيا الى عدم التلاعب بغذاء العالم لافتة الى ان باريس ستدعم جهود الامم المتحدة لاستئنة في تصدير القمح توقع الرئيس الاوكراني فلودومير زلانسكي ان تصاعد روسيا هجمات هذا الاسبوع فيما يبحث زعم الاتحاد الاوروبي ما اذا كانوا سيدعمون مسعى كييف للانضمام الى التكتل بينما توصل موسكو حملتها لسيطرة على شرق البلاد وقال زلانسكي علينا ان نتوقع ان تكثف روسيا انشطتها العدائية هذا الاسبوع نحن نستعد نحن جهزون وكانت اوكرانيا تقدمت بطلب الانضمام الى الاتحاد الاوروبي بعد اربعة ايام من تدفق القوات الروسية عبر حدودها في فبراير منذ ثلاثة اسابيع اعترضت قوة من حرس السواحر الامريكي في خليج عمان قارب صيد يحمل 310 كيلو جرام من مادة الهروين المخدرة تصل قيمتها الى 11 مليون دولار ومن الملاحظ ان عملية التهريب تسارعت في الاونة الاخيرة حيث اعلنت البحرية المشتركة العاملة في خليج عمان وبحر العرب كمية اضخم الشهر الماضي وقال ان حرس السواحر الامريكي ضبط 182 كيلو جرام من الهروين و182 كيلو جرام من ميثام فيتامين و27 كيلو جرام من ام فيتامين و568 كيلو جرام من الحشيش بثماني 17 مليون دولار واكدت مصادر ان السلطة الايرانية تنظم شحن هذه المخدرات من شواطئها وتوكل الى عصابات الجريمة بالتعاون مع الميليشيات الموالية لها مهمة الابحار بها لبيعها في اسواق دغل اخرى استبدعكم الله اشتركوا في القناة